اختتم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن دكتور أحمد البيشي في العاصمة المؤقتة عدن الورشة التدريبية للطبيبات حول حزمة خدمات تنظيم الأسرة بالمرافق الصحية ومستشفى الصداقة بتمويل من الوكالات الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة جونسينو وتنفيذ منظمة مارس توبس وتلقت عشر مشاركات على مدى عشر أيام عدد من المعلومات والمهارات حول حزمة خدمات تنظيم الأسرة والفحص السريري للمنتفعات ونظام المعلومات في تنظيم الأسرة وفي ختام الورشة أكد البيشي أهمية مثل هذه الدورات التي تساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال تنظيم الأسرة والولادة وكذا التعرف على الوسائل الحديثة في مجال التوليد وتنظيم الأسرة